ناقش اجتماع في مديرية موديا بمحافظة أبيان أهمية توفير احتياجة المديرية من الغاز المنزلي بالآلية المتفق عليها والبيع بالسعر الرسمي والحد من التلاعب وخلال الاجتماع الذي يضم مدير عام المديرية أمين عبدالله إبراهيم ومدير مكتب الصناعة والتجارة بالمديرية محمد أحمد ومندوبي محطات الغاز ازأكد مدير عام المديرية ضرورة استمرار عملية الرقابة على السوق وتعاون كافة الأجهزة المعنية لمنع تهريب استوانات الغاز إلى خارج المديرية مشددا على ضرورة مساندة مكتب الصناعة والتجارة في المديرية تنفيذ المهام المكالة إليهم في تنفيذ عملية البيع بالأسعار الرسمية لضمان حصول المواطنين على الغاز